اشتركوا في القناة لكنا سنلتقي في الواقع قبل أيام للاعداد لمجلس الوزراء القادم ولكن هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى تأجيل هذا اللقاء لهذا اليوم للنظر أساسا في مشروع جدول الأعنال لمجلس الوزراء الذي سينعقد إن شاء الله يوم الخميس القادم ربما قبل ذلك إذا اقتضى الأمر وربما أثر ذلك ولكن مبدئيا هو يوم الخميس من هذا الأسبوع الأسبوع الجاري للنظر في جملة من مشاريع القوانين أو المرسيم لأن مرسيم اليوم في ظل هذه التدابير الاستثنائية هناك مرسوم تم أعداده سيتم عرضه على البجلس إن شاء الله في الاجتماع القادم ويتعلق بالسلح الجزائي جاهز تقريبا كله وسأعيد قراءته مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات أن اقتضى الأمر ذلك هناك أيضا مشروع نص لا بد من أعداده في أسرع الأوقات ويتعلق بالتدقيق في القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 11 و2000 أين ذهبت تلك الأموال التي نستمع إليها في نشرات الأخبار ولا نجد لها أثرا في خزائل الدولة من حق الشعب التونسي أن يعلم من استفاده من هذه الأموال هذا فضلا بطبيعة الحال عن الأموال التي تدخل وتخرج من تونس في الحقائب دون أي رقيب للأسف باسم الحصانة التي كانوا يتمتعون بها ومزال البعض يتمتع بها في بعض الأسلاك الأخرى واللي يعلموا أن الحصانة وضعت لضمان حريتهم في عملهم وليس لتهريب الأموال هناك أيضا مشروع وهو تقريبا جاهز وستتم مناقشته وهو ضروري بعد ما كنت أعلنت عنه من أن المجلس الأعلى للقضاء قد دم حله وهنا أريد أن أطمئنه الجميع في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدا ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة ولأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها ولا أريد أن أتحدث اليوم عن عدد من الأسماء ولكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآرمه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلل إلى قصور العدالة التي غرجت العدالة منها بالنسبة إلى يقال رئيس الدولة يريد أن يجمع الصلاة لا أريد أن أجمع الصلاة أريد أن يكون هناك دستور ولكن دستور نابع من الإرادة الشعبية نابع من إرادة التونسين والتونسيات وليس دستورا كاللباس أو كالحذاء على مقاس من وضعوه هناك قضايا وأمثلة كثيرة يعرفها التونسيون والتونسيات تتعلق بمآل بعض القضايا ومن بين القضايا التي بقيت منشورة إلى حد اليوم وما زال البعض يتستر عليها بل أن أحدهم رفض مد الفريق الدفاع بالوثاق التي تدين أو على الأقل تبثل قراءة لإدانة من يقف وراء اغتيال شكر بالعيد رحمه الله واغتيال محمد البراهني هذا فضلا عن اغتيال عدد من الأمنيين ومن القوات المسلحة العسكرية وفضلا عن بعض الجرائم الأخرى التي نسمع باقترافها ولكن لا نسمع بمآلها هل أن هذا عمر معقول هل أن هذا عمر يمكن أن يقبل بالقضاة أنفسهم وأريد أن أتحدث مرة أخرى للتونسيين والتونسيات عن أن التونسيين يبحثون عن الحرية ويبحثون عن العدل ليس العدل في قصور العدالة فحسب ولكن العدل في كافة الميادين هناك عديد الملفات التي أمامي بالأسماء بالنسبة إلى من تم نقلتهم تنكيلا بهم أو تم توقيفهم عن العمل تنكيلا بهم لأنهم لم ينساقوا وراء هذا أو ذاك من التي دخلت وعبثت بالملفات داخل قصور العدالة لابد إذن من وضع هذا المرسوم في أقرب الأجل ولابد من أن يكون القضاء في مستوى المرحلة التاريخية ولابد أن يعلم الجميع عن التفريق بين الوظائف التفريق ليس بين السلطة ليست كل السلطة تريد أو يتهيأ لها أنها سلطة تفعل ما تريد وكما تريد كما تشاء وفي أي وقت تشاء القضاء وظيفة وليعود كما قلت في مناسبات كثيرة إلى فقه القضاء حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى فقه القضاء في عديد الدول الأخرى وظيفة وليس مشرعة لا يمكن أن يتحول القاضي أو أن يحول أي هيئة أخرى إلى التشريع كما حصل بالنسبة إلى بعض الهيئات التي توصف بأنها مستقلة لقد تم اللجوء إلى هذا الحل لتطهير البلاد لا بد أن نطهر البلاد والتطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل بقضاء الجميع متساوون أمامه ليس بقضاء يعني البعض في العديد المجالات الإجرام بكل أنواع تقريبا لا عقاب ولا يخافون أي عقاب لأنهم محميون من طرف أطراف داخل السلطة سللت إلى القضاء هذا المجلس لأنهم وضعوه واختاروا أعضاءه وتم الاختيار على هؤلاء الأعضاء وتم الترتيب أيضا للحلول التي توصلوا إليها في المدة الماضية إلى الحلول تم الترتيب لها حتى يصلوا إلى النتيجة التي كانوا يتخيلون أنهم سيصلون إليها ويحققونها هناك أيضا وزارة التجارة وهنا بالنسبة إلى مسالك التوزيع ومسالك التجويع التجويع التونسيين والتنكيل بالتونسيين وسيعلم الذين يحتكرون إلى حد اليوم السميد والفرينة والأدوية وغير ذلك من الحاجات الأساسية سأعلمون أي من انقلب ينقلبون لأن لا مجال لأن تركهم يعبثون إذن هناك لدينا عديد من النصوص التاريخية التي سيتم النظر فيها وهناك أيضا مسألة هامة لا أتابع كثيرا لأسباب متعددة وسائل الأعلام وسائل التواصل ليس تدي للصفحة ولا تويتر ولا لا أعرف بالضبط كله ولكن في الأيام الماضية أريد أن أتوجه بالشكر إلى الصحفيين وإلى المدعوين في القناة التونسية الوطنية ويجب أن تكون وطنية بالمناسبة يجب أن تكون وطنية وأعلم جيدا من يريد أن يعود بنا إلى الوراء حتى من خلال البرامج التي يبثونها يكفي من استبلاء التونسيين ممكن تكون وثائق ولكن تعاد هذه الأفلام الوثائقية حتى يستبتل التونسيون والتونسيات أننا كنا بخير ولكن هناك الحمد لله صحفيين ومدعوين وأشكر أحد المدعوين أعتقد أنه كان ينتمي للحرس الوطني حينما تحدث عن المخدرات هذه الآفة يريدون ضرب الدولة وضرب المجتمع ضرب مؤسسات الدولة من الداخل وضرب المجتمع حتى بعض قال على شو مشاء الوزارة الداخلية فلين نمشي الوزارة الداخلية ولا نعمل خطاب في السجوم ولا في بوغرين كل مؤسسات دولة شيء قضية في وزارة الداخلية من أي مكان من تونس برقيبة في عام 87 في 86 القنمالية ختمه في باريس في مقر الصفارة تونسي باريس قل وقت على شو اختمته معنا في مقر الصفارة تونسي باريس معنا على شو مشاء الداخلية ولا وزارة الدفاع ولا وزارة التجارة ولا رئاسة الحكومة ولا رئاسة الدولة كلها مؤسسات الدولة ما لقاوش على شو تحثوا على شو مشاء الوزارة الداخلية في الواقع أيضا تحدثت وليهم عدد من الصحفيين أو عدد من المشاركين في هذه حول المخدرات في المدارس واجب النظر سياسة كاملة لا تقوم على القوانين فقط ولكن من أين تأتي هذه المخدرات من اللوبيات في الواقع من من يريدون تحتيم الدولة وتحتيم المجتمع وتحتيم أي أثر للكيان لكيان الدولة ولكيان المجتمع فلما استمعت إليه عدت إلى مقال كتبه محمد بيرم التونسي في السنوات الثلاثين لما جاء فارم إلى تونس ونك تنكروا إليه للأسف في تونس ووضع جريدة الشباب كيف يستعملون المخدرات في تلك الفترة واليوم لضرب المجتمع أستسمحك سيدة رئيس الحكومة لأقرأ هذا النص الممتاز الذي يبين الهدف من المخدرات إلى جانب بتطبيعة الحال الأهداف المالية ولكن الهدف هو ضرب المجتمع يقول إذا كثرت مطامع الأقوية اصدموا وتقاتلوا على الرزق واضطرت الحكومات لأعداد الأسلحة عظيمة النفقات كالتنجوات كذا يتحدث في ذلك الوقت التي تتكلف القطعة منها ربعا مليون فرنج فضلا عن نفقات الجنود وفضلا عما تحدثه في نفس في نفوس ذحياها ونفوس أقاربهم من الضغائن والأحقاد ولما كانت أهم أسباب الثورات يرجع إلى القوى البدنية في الأشخاص المتبرمين من هذه الأوضاع التي يعيشونها من الفقر فقد عملت الحكومات الرشيدة الحكومات الانتقال الديمقراطي الحكومات الرشيدة على خلق أشخاص ظرفاء عقلاء جنت المنات يقتنعون بالنزل اليسير من العيش ووسيلتها في خلق أولئك الظرفاء العقلاء بسيطة لا تحتاج إلى كتائب مجندة ونفقات باهظة ثم لا تأتي في الغالب بالنتيجة المطلوبة هذه الوسيلة هي السبسي التكروري أو كذلك الوقت ومن كان الصدفة ووقت الاستعمار التكروري مسيء يقعد يقعد نفس الشيء مخدرات يقعد مخدر مخدر الهدف الحديث موصلها معنا توصل للمدارس ووصلت للمتدائي وقال يتم حقنهم التلميذ هكذا رأيت في الشريط يعني وجيء الأقراص والمخدرة هو نفس الطريقة هو التكرور التكرور لأنه لم يكن تكروري السبسي سورة السبسي اللي كانوا حطوا فيه التكروري في وقت الاستعمار وعلى شنحة برقيم وقت خاطر فضلا عن المخدرات كان الهدف أن يكون الشعب مخدر قلت يوم الشيخ إمام في أحد أغنيات أحمد فهد نجم يقوم إلى ما حتام إلى ونحن في غرف العام ويمر وراء العام ونحن في غرف التخدير لنام مخدرات بالقوانين مخدرات بالوعود الكذبة مخدرات بالأقراص كما كانت المخدرات بالتكرور أيضا وبالنصوص القانونية التي وضعوها لذرب الدولة بمؤسساتها وذرب المجتمع من الداخل يصبح بطبيعة الحال تحت تأثير التخدير ويصبح مضمن ويصبح تقتر السرقات وتقتر الجراء الفضيعة التي تقع في تونس نتيجة في أغلبها على الأقل لهذه المخدرات وهذه الأقراص يعني كيف تدخل وكيف تصل إلى التلميذ أمام المدارس على كل حال نحن في هذا الوضع سنواجه كل التحديات بنفس المبادئ بنفس الثبات بنفس العزم بنفس الصدق ولا نخاف في الحق لو متلائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر